السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديلي الزمريم نتمنى ان شاء الله تكونوا لكم بخير و بصحة جيدة يا ربي اليوم ستقدم وصفة سهلة و سريعة تحضر ليصدر تجاج بلاك خيم فخش و شامبينيون كالجيل دي ده بزاف بطريقة الخاصة ستطرقكم و ستعجبكم لك يشوف القناة الاول مرة يشترك القناة و لي معي في القناة يجب و يجب و يتعلق و نبدأ على بركة الله في تحضر و ديال الوصفة عندنا تقريبا الكيمية على حسب عدد الاشخاص عندي كيلو ديال صدر ديال الجيج عرب مئة لخمسين كرام ديال الشامبينيون عندي هنا حبة الهيل اللي كانشتها نضغط عليها بالموس حتى كانت تحل كيخرجوا هذيك الحبيبات اللي فيها هما اللي كان نخدم بهم و كانحيي تذيك القشرة و عندي الباديان تقريبا واحد جوج قطع ديال الباديان و اربعة ديال الهيل عندي واحد ثلاثة ديال فصوص ديال التوم اللي محكوكين معلقة كبيرة ديال الزبدة زيت الزيتون هنه غادي ناخده مقلة فوق النار غادي نديره في هذيك طريفة ديال الزبدة تقريبا معلقة مع شوية ديال زيت الزيتون مش ما تحرقشين الزبدة و غادي نضيفه عليهم مباشرة توم و غادي ندير شامبينيون هنه عندي تقريبا زلافة عامرة ديال الشامبينيون غادي نبدأ نشحرف هذيك الشامبينيون حتا كيها بطلية مزيان غادي ندير مع القادية للملحة الملحة و الكمية ديال كل حاجة قد تبقى على حسب الدو غادي ندير شوية ديال السكينجبير و شوية ديال الخرقوم هاد بنسبة للخرقوم فهو اختياري ولكن الى درتوه غادي يعجبكم الماداق دياله و الى ما بغيتوش تديروه ما تديروهش سوى بالاخرقوم سوى بالاخرقوم كتجي نفس الماداق كتجي لديده غير هو الماداق ديال الخرقوم مع ذلك البادي انو و حبت الهلك يعطي واحد اللوغو اللي هو زوين بزف 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 جديروها بها الطريقة و غادي تعجبكم مغيره و هنه غادي نضيف عاصر ديال نصف حمضة سافي و غادي ندير الجاج ديالي اللي قطعته طابعة الحل و مغسول بالخل و كل شي غادي نضيف الجاج و غادي نحرك هاد المكونة سافي و غادي نغطالها حتى كي يطب لنا هاد جاج و نجهدوه بوطة ماء امكان لانا را كي يطلق الماء بزف بزف اذا اطلق لكم الماء غادي تعريو علي و غادي تخليو حتى كي يشرب الماء كي ما كتشوفوا معايا كتوقف هاديك المريقة ما كيبقاش عنا فيها الماء سافي و غادي نضيف الكريمة سائلة انا دفتت القرعة دي الكريمة كلها سافي صغيرة لانا عندي كبية كتير دي الجاج فكي ما قلت لكم على حسب العدد دي الاشخاص اللي كانين سافي هنا غادي نخلي هادي الكريمة احتكت اغلى ما غاديش نغطالها غاديش نغطالها غاديش نغطالها غاديش تختار سافي غادي نضيف زلافة دي الجوب من المابشور صغيرة تقريبا واحد مية وخمسين كرام محكوكة سافي و غاديش نطيبه و غادي نطفع لهالنار دابه و غادي نقدمه بصحة و راحة انا كان ارافقه مع الروز و مع البات اللي بغي يسوكلها و الدق دياله كتجي لدي دهال الوصفة كنتمنع انكم نجربوها غادي تعجبكم اهنا درت واحد شوية ديال لما ننوسها غير الشكل دياله و كي يعطي داك الوقو حتى هو زويد و قدمه مع الروز و مع البات بس حاول راحة بارتجي و الوصفة اللي عجبتكم مع الاصدقائي تلكم باش تكبر القانت تيال ان شاء الله و باش نستمر و بسلام عليكم فيديو قديم ان شاء الله و بسلام عليكم فيديو قديم ان شاء الله شكرا